وطبعاً يعني الكتاب بيتكلم ولدنا ثانية لرجاء حي لأنه صدقني صدقني بدون يسوع المسيح لا يوجد رجاء أصلاً فكرة الرجاء ما حد أعطاها إلا يسوع المسيح وختمها بموته على الصليب وقيامته من بين الأموات وهذا يعطي شرعية ويعطي مصداقية لرسالة وإرسالية يسوع المسيح نحن بنتكلم عن رجاء ليس مجرد فكرة عابرة ولكن حقيقة دامغة شو رأيك أسيس؟ أكيد فقيامة المسيح هي حقيقة وهي بنفس الوقت عقيدة له كل المجد فحقيقة عندما أتت المريمات النسوة إلى قبر يسوع يريدنا أن يروا جسد يسوع ظهرت الملائكة وقالت وهذا السؤال الذي طرحته الملائكة على المريمات لماذا تطلبنا الحي من بين الأموات ليس هو هاهنا لكنه قام حقا قام أقامنا وأجلسنا معه في السماويات وهنا أريد أن أنهوه عن نقطة في غاية الأهمية أن الرجاء هو لؤلؤة القيامة فعندما نحن نؤمن بالقيامة الرجاء هو اللؤلؤة آمين ورح نأخذ فرصة أكتر نتكلم عن القيامة أسيس جورج لكن بحب أعطي فرصة لكل مشاهد لربما مذاق هذا الموضوع أثار شيء في داخلك أنا عاوز أقول اللي هو آي بالكتاب اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم رفع التلفون تواصل معنا أو فيك تتواصل عن طريق السوشال ميديا وتأكد أنه في جيش من المصلين واللي بحبوا يتكلموا معاك وعشان يقودوك إلى الحياة الأبدية لأنه لما منتكلم عن رجاء منتكلم عن ضمان وعن تأكيد وعن يقين فلا تقامر أو تجازف بحياتك سأعود بعد هذا الفاصل القصير